موسيقى موسيقى عبده ورسوله ومتفاه سيد ولد آدم وآخره بني عدنان أما بعده ويا أيها الناس إن الليلة والنهار مطيتان تقطعان بنا مراحل الأعمار ونحن قعود وإن وإن منادي الموت ينادينا ونحن فينا من غفلة رقود فتأهبوا رحمكم الله وتلقوا سهركم وتلقوا سهركم هذا بالترحيب والتكريم وقوموا بما يزوله من الإجلال والتعظيم وأحلص العمل فيه لوجه الله الكريم وأفضله العصر الأوائل منه فإنها أفضل أيام الدنيا بأثرها مسحونة بالخيرات والفضائل فأعملوها بتاعة الله فإن ذلك من أعظم الوسائل وأخرج المسلمون عن أم سلمته رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم إلى لذن هجته وأرى داعدكم أن يضحي وليمسك عن شعره وأغفاره أيها الناس ارغبوا فيما رغبكم الله فيه ارغبوا فيما رغبكم فيه نبيكم الكريم وراقبوا من لا يعزب عنهم يصطياد ضرة في السماوات ويا في الأرض نفعن الله وإياكم بالآيات والذكر الحكيم الحمد لله كما ينبغي بجلاله وشكر له على ما أولنا من سابق يغضاله ونشهد أن لا إله إلا الله أنه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ونشهد أن نصيدنا محمد عبده ورسوله وخاتم أنبيائه وإرساله صلى الله عليه وعلى آله وعصابه مدى بكور الده وعلى صالح أما بعد فيا عباد الله روى الترميزي وابن ماجا والبيق وعنبي حريرة رضي الله عنهم أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عصر من أيام عصر زلعجة بعد سيام رمضان كل يوم منها كل يوم منها بسيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر وعن ابن عباس أيضا رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال ما من أيام ما من أيام العمل صالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام يعني يا ناصر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير وذكر الله وأن سيام يوم منها يعدل سيام سنة والعمل فيهن يضاعف بسبع مئة ضعف وعنه صلى الله عليه وسلم أيضا سيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعدها سابقوا عبعد الله إلى هذه الخيرات وأكثروا من الدعاء يوم عرفة فإن الدعاء فيه مزيح أحراج المالك رضي الله عنه في الموطة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخال أفضل الدعاء يدعاه يوم عرفة وأفضل ما قلت وأنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله أده لا سريك لك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء خدير يغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر